اشتركوا في القناة هنا خيط متوسط توسط السمك وكمان لو عندكم خيط مهير في نفس السمك طبعا هيبقى جميل جدا جدا هيبقى احلى كمان من الخيط ده ابرة رقم تلاتة ونص مليمتر طبعا بتستخدموا الابرة المناسبة لسمك الخيط وبلاش الخيط السميك خالص في الغرزة دي لان الغرزة لوحدها تقيلة انا هبدأ في البداية هشتغل حلقة هبتدي اشتغل جوها طبعا احنا بنشتغل شال مسلس دي بتبقى بداية الشغل في الشال المسلس هبدأ بعقدة البداية بلف الخيط لفة واحدة كده وبدخل بالابرة وباخد الخيط وبطلع من اللفة وبشد طرف الخيط القصير ودي عقدة البداية وبشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست ست سلاسل بس هكون منهم حلقة هروح على طول على السلسلة رقم واحد اي دي السلسلة الاولى بدخل فيها وبشتغل غرزة منزلقة يعني باخد الخيط بطلع من الحلقة اللي عندي ومن الحلقة التانية وكده نبدأ نشتغل جوه الحلقة دي هشتغل اعمدة بلفة هرتفع طبعا تلات سلاسل وهعتبرهم اول عمود بلفة عندي وهشتغل كمان عمود بلفة والعمود بلفة رقم تلاتة كده انا اشتغلت مجموعة هيبقى في عندي فاصل سلسلة اتنين تلاتة ما بين المجموعة والتانية دي المجموعة اللي بعدها تلاتة اعمدة بلفة العمود الاول والعمود التاني والعمود التالت وتاني برجع اكرر انا عايز اشتغل اربع مجموعات اشتغلت كده مجموعتين ودي تلات سلاسل فاصل اشتغل المجموعة التالتة تلاتة اعمدة بلفة وهارجع تاني فاصل تلات سلاسل واخر مجموعة المجموعة رقم اربعة تلات اعمدة بلفة اعمل شكل ده خلاص طبعا احنا مش بنقفل الجزء ده كونت اربع مجموعات وهنا عندي تلات فراغات تلات فراغات تلات فراغات ما بين كل مجموعة والمجموعة اللي بعدها نشتغل السطر الجديد بارتفع للسطر الجديد واحد اتنين تلاتة اربع ودايما هارتفع للسطر الجديد اربع سلاسل وهروح على اول فراغ هنا هشتغل صدفة والصدفة دي هتبقى سبتة معايا اول عمود العمود التاني العمود التالت تلات اعمدة وسلسلة اتنين تلاتة تلات سلاسل فاصل وبرجع تاني اشتغل تلات اعمدة دي الصدفة اللي هتبقى سبتة معايا على جوانب الشال من اليمين ومن الشمال على طول مقاس الشال لحد ما نوصل طبعا للمقاس اللي احنا عايزين وسلسلة اتنين تلاتة اربعة اربع سلاسل فاصل اروح على الفراغ التاني اللي في المنتصف وهشتغل عمود بلفة وبعد العمود برجع تاني للفاصل اللي هو الاربع سلاسل وبروح على اخر فراغ عندي الفراغ التالت وهشتغل صدفة زي اللي اشتغلتها في البداية بنفس الطريقة الصدفة دي زي ما قلتلكم سبتة معنا تلات اعمدة هادي العمود التالت وسلاسل الفاصل بتاعة الصدفة واحد اتنين تلاتة وبرجع تاني بشتغل تلات اعمدة ودي العمود التالت وكده خلاص خلصنا السطر سبتين برضو على سلاسل الارتفاع اربعة لكل سطر الجديد دايما بنرتفع اه اربع سلاسل ودي شكل الجزء اللي احنا اشتغلناه لسه طبعا ما بدقناش في الغرزة بلف القطعة وبروح على اول فراغ عندي باشتغل نفس الصدفة ودي تلات سلاسل طبعا هي الغرزة من تكرار سطرين زي ما قلتلكو بس طبعا بما انه شال مسلس هيبقى سطرين مع التزايد بنفس طريقة التزايد وهنشوف دلوقتي مع بعض ايدي الصدفة خلاص خلصتها والفاصل بتاعي اربع سلاسل بروح هنا على العمود هنبدأ بقى في الغرزة بتاعتنا هنا بلف الخيط على الابرة وشغلي هبدأ من الفراغ غرزة بوف هنا برتفع مرة المرة التانية تلاتة اربعة خمسة ستة ولسه مش هنقفلها دلوقتي لان انا لسه هروح على العمود هدخل تحت حرف الفيو هاخد لفة من لفات البوف دي كده اللفة رقم سبعة او هعتبرها لفة واحدة وهرجع تاني هنا في الفراغ هشتغل ست مرات هدخل يا دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست علشان بس ما نتلخبطش ست لفات في الفراغ ولفة فوق العمود وست لفات في الفراغ اللي بعده ودلوقتي هطلع من كل اللفات مع بعض او بالراحة كده بطلع من كل اللفات وده اول لفة عندي بطلع منها او بالشكل ده بعد ما اشتغلت اللي اتنين البوف بطلع من الحلقة اللي عندي بشتغل طبعا غرزة منزلقة ومن هنا هبدأ شغل في الفراغ الصغير ده برتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلاسل شايفين الفراغ الصغير اللي فوق البوف هشتغل فيه هنا غرزة حشو وهرجع كرر تاني شايفين ده الفراغ الصغير اللي انا كونته هكرر تاني كمان خمس سلاسل وفي نفس الفراغ هدخل وبرده هشتغل غرزة حشو كده كونت فراغين فوق البوف الشكل طبعا عيبان دلوقتي كمان مرة خمس سلاسل وفي نفس الفراغ بدخل وباشتغل جرزة حشو يعني بكون تلات فراغات بالشكل ده وارجع تاني للفاصل اربع سلاسل وخلاص كده هروح على اخر فراغ وهشتغل نفس الصدفة طبعا انا في السطر ده اشتغلت البوف مرة واحدة هكمل الصدفة وخلاص كملت الصدفة وده بيبقى شكل السطر اشتغلت هنا في السطر ده بوف واحدة وطبعا لسه في السطر البعد اللي جاي هكررها انا بشتغل سطر فيه اعمدة وسطر بوف برتفع طبعا اربع سلاسل وبلف الشيل نفس الصدفة هنا هشتغلها تلات اعمدة تلات سلاسل تلات اعمدة يعني نختصر الوقت هشتغلها بسرعة اشتغلت خلاص الصدفة بتاعتي اه في الفراغ الفاصل هو هو اربع سلاسل بروح هنا على الفراغ ده وبشتغل عمود بلفة طبعا ده تمهيد للسطر اللي جاي هشتغل عليه بوف وبرجع تاني بشتغل اربع سلاسل والفراغات اللي انا كونتهت تلات فراغات دول هروح للفراغ رقم اتنين اللي في المنتصف وهشتغل جرزة حشو الفراغ بيتشد بالشكل ده وتاني اربع سلاسل وهروح على الفراغ اللي بعده هنا هشتغل عمود اه السطر برضو اللي فيه الاعمدة زي ما انت شايفين بيزيد كان عندنا المرة الاولى كان عندنا عمود واحد بالسطر ده عندنا اتنين عمود عمود بلفة كده بدخل بشكل حر في الفراغ وبشتغل عمود بلفة ونرجع للفاصل اربع سلاسل وعلى اخر صدفة هنا في الفراغ بشتغل نفس الصدفة صدفة فوق الصدفة على الجانبين على طول مقاس الشال تلات اعمدة تلات سلاسل تلات اعمدة وخلاص كملت الصدفة نرجع تاني للسطر الجديد بنرتفع اربع سلاسل السطر الجديد بتاع غرزة الباف نفس الصدفة هنا هشتغلها ودي تلات سلاسل وثلات اعمدة غرزة سهلة جدا 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 ان شاء الله يعني ما فيهاش اي لخبط الفاصل اللي هو هو اربع سلاسل فاصل عندنا ما بتغيرش اربع سلاسل وهاشتغل تاني الباف بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها الباف اللي كانت في السطر اللي قبل اللي فات على الفراغ بدخل فراغ والعمود والفراغ هذه اول مرة بارتفع والمرة التانية وارتفع ثلاثة اربعة خمسة ستة خلصت خلاص ست مرات في الفراغ بلف لفة على الابرة وبشتغل اللفة بتاعت العمود وبرجع تاني ست مرات في الفراغ ست مرات غرزة باف وفي كل مرة نتفع بالخيط بالشكل ده علشان طبعا الغرزة تزبط معنا في النهاية كل اللفات على الابرة بتحكم طبعا في الخيط كويس وبطلع من كل اللفات اللي عندي ودي اول لفة بطلع منها وشد الخيط ودي كده غرزة الباف خلاص اشتغلناها باشتغل غرزة منزلقه علشان اقفل الغرزة كون تاني فراغ صغير هرجع تاني اشتغل جواه خمس سلاسل وفي نفس الفراغ بدخل وباشتغل جرزة حشو وتاني بكرر نفس الفراغ خمس سلاسل بكون طبعا زي ما قلتلكو تلات فراغات بيبقوا مدين شكل التاج فوق الغرزة بيبقى شكلهم جميل قوي وبدخل وباشتغل جرزة حشو وكده كونت الفراغات فوق جرزة الباف وده شكل الغرزة عندنا وهنكمل بنفس التكرار بس طبعا ناخد بنا من حاجة واحنا بنتزايد نشوف دلوقتي مع بعض اشتغلت خلاص غرزة الباف وفوقها الفراغات بالشكل ده هرجع تاني اشتغل الفاصل بتاعي اربع سلاسل هفوت الجزء ده مش هشتغل فيه اللي هم الثلاث فراغات اللي فوق الباف وهروح على طول هنا على الجزء ده هشتغل نفس الطريقة دي الجزء ده هفوته خالص مش هنشتغل فيه وهرجع تاني اشتغل الباف هدخل هنا ست مرات في الفراغ يعني سريعا نفس الباف اللي فاتت خلاص ادي كل اللفات عندي بطلع من كل اللفات وبشتغل غرزة منزلقة كده قفلنا اللي اتنين الباف على بعض عشان يديني الشكل ده وبنفس الطريقة بكون الثلاث فراغات فوق الباف وبكده خلصنا الفراغ التالت فوق الباف ودي الشكل شايفين احنا هنا كوننا اه اتنين باف هي دي طريقة التزايد كل سطر بيزيد معنا باف او بيزيد معنا عمود بنرجع تاني للفاصل بتاعنا اربع سلاسل وبروح هنا على الصدفة باشتغل فوقها نفس الصدفة تلت اعمدة تلت سلاسل تلت اعمدة وسريعا هاشتغلها اشتغلت الصدفة وكمان ادي الصدفة اللي انا اشتغلتها وكمان ارتفعت اربع سلاسل للسطر الجديد واشتغلت الصدفة جديدة السطر ده سطر اعمدة وده الشكل عندنا الفاصل بتاعنا اربع سلاسل بروح على طول على الفراغ اللي هيقابلني زي ما عملت في سطر الاعمدة بروح على الفراغ وباشتغل عمود باشتغل طبعا عمود بلفة واربع سلاسل واروح على الثلاث فراغات اللي انا كونتهم فوق الباف انا عايز اشتغل في الفراغ التاني بدخل على طوله باشتغل جرزة حشو وبرجع تاني للفاصل اربع سلاسل ناخد بقى انا بقى شايفين الفراغ ده ما نفوتهوش طبعا لان احنا عايزين نتزايد فانا بدخل واشتغل فيه عمود ياريت ما تطلقبطوش في الجزء ده وبرجع تاني للاربع سلاسل بدخل هنا في الفراغ اللي في المنتصف وباشتغل جرزة حشو واربع سلاسل السطر ده طبعا السطر بتاع الاعمودة سهل جدا يعني هيبقى سريع معاكم ان شاء الله وارجع تاني للاربع سلاسل واخر صدفة في السطر باشتغل نفس الصدفة هاشتغل نفس الصدفة وهو ده التكرار اللي بنمشي به يعني ان شاء الله غرزة مفيش اسهل من كده اه قفلت خلاص اشتغلت ايدي الصدفة ودي الاربع سلاسل واشتغلت صدفة جديدة للسطر الجديد وبمنطقة البساطة هنا هنعمل ايه هنكرر السطر بتاع الباف انتو اكيد حفظتوا الغرزة من الكم دي ايه ادول ايدي الاربع سلاسل الفاصل برجع هنا اشتغل جرزة الباف في الفراغ وفي العمود وفي الفراغ ست مرات في الفراغ ومرة في العمود وست مرات في الفراغ اللي بعده ودي الجزء ده بتجاهله بروح على طول على الفراغ والعمود وفراغ اللي بعده وبتجاهل الجزء ده خالص وبروح على طول على الفراغ والعمود والفراغ وهنا طبعا هنكون تلاتة باف الباف بيزيد معنا في كل سطر واحدة في السطر الجديد ده هنشتغل تلاتة باف وهنمشي بنفس التكرار وطبعا في السطر اللي بعده برضو الأعمدة بتزيد والغرزة تمشي بنفس التكرار غرزة سهلة جدا 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 جربوا الغرزة دي وقعادكم ان شاء الله ان هي هتعجبكم يعني هتحسوا بعد ما تخلصوها ان انتوا عملتوا مشروع كروشي مختلف وبكده خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا لو ليكم اي استفسار اتفضلوا اهلا وسهلا بيكم في التعليقات واسبكم في رعاية الله